ولسه بنتابع مع حضراتكم ظاهرة خاصة جدا تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني ودي ظاهرة بتجذب إسقاحين من كل أنحاء العالم واللي بنتابعها مرتين في السنة في معبد رمسيس الثاني في أبو سنبل في الوقت نفسه بنحتفل بمرور 40 سنة على إنقاذ معبد فيلة اللي تم نقله بعد غرقه بسبب ارتفاع منسوب النيل بعد بناء السد العالي تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي من جديد تشق شمس الحضارة لتتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الفريد بأبو سنبل في احتفالية قدرة لها أن تحل هذا العام في ظل ظرف استثنائي فرضته جائحة كورونا على العالم بأثره إلا أن مصر أعدت العدة لتخرج الاحتفالية السنوية التي تستقطب الآلاف من السائحين للنور بشكل يليق باسم مصر وتاريخها وعظمت عمارتها وعلوم الأجداد الفلكية والهندسية التي ساهمت في تحقيق التفرد للحضارة المصرية القديمة وإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نجحت مصر في تطبيقها والتي ساهمت في تزايد أعداد السائحين الوافدين من كثير من دول العالم وتأمينهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد امتدت الإجراءات التي اتخذت للاستعداد الاحتفالية تعامل الشمس التي تحل في 22 أكتوبر الجاري إلى قيام محافظات أسوان بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار برفع كفاءة البنطقة الأثرية من خلال توفير إضاءة داخلية لصالة المعبد وإضاءة خارجية للساحة وواجهة المعبد كما مهدت الطرق لمداخل ومخارج المعبد مع تهذيب الحضائق وإزالة مخلفات الأشجار وتم تزويد المنطقة بسيارات جلف كهربائية لنقل السائحين وكبار السن من مدخل المعبد إلى ساحته بالإضافة إلى صيانة دورات المياه باستمرار وتعقيمها والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعبد وخصوصية الاحتفالية هذا العام تتمثل في تزامنها مع ما ستشهد أسوان من الاحتفال بمرور أربعين عاما على نجاح عملية إنقاذ معبد في يلاب أسوان والتي قامت بها البعثة المصرية الإيطالية ضمن حملة إنقاذ معابد النوبة وسيتم إقامة ورشة عمل بين كبار منظم الرحلات المصريين والإيطاليين على هامش الاحتفالية لبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل أخرى لتدريب الأثريين والمرممين وتمت عملية إنقاذ معبد في يلاع عام 1972 بإقامة سد مؤقت من ألواح الفلاذ وصل عددها إلى 3000 لوح بطول 12 متر في قاع النيل لحجز المياه حول الجزيرة واستغرقت هذه العملية عامين قبل أن تبدأ عملية نقل المعبد التي استغرقت نحو ثلاث سنوات ولم يتم افتتاحه للجمهور قبل عام 1980 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر